الثعبان الأزرق يحصر في أمريكا الشمالية أو بالأحرى في بعض الأجزاء من الولايات في الولايات المتحدة سابقا كان ثعبان الأزرق أيضا يعيش في كندا لكن منذ أكثر من عشر سنوات لم يشاهدوا أحدا والسمتان الرئيسيتان اللتان يميزان ثعبان الأزرق هما لونه الكون اللامع وسرعته المذهلة يطرد ثعبان الأزرق السام الحيوانات الصغيرة ومثل معظم الثعابين من هذا الحجم يكونوا حاذرا بشكل خاص ويتجنب المناطق الماهولة بسكان وللاسف إن ثعبان الأزرق مهدد بالانقراض بشكل رسمي